مرحبا مدينة 2، كيف تكونون اليوم؟ بالحقر، اليوم سنبدأ من أجل الوقت 9 معاً لذلك، دعونا نبدأ الوقت 9 يتبقى 1 و2 مع تسمية الوقت، ستبقى، وفعل دعونا نبدأ بالفكار الأولى هو سينري سينري بمعنى منظر طبيعي سكلابتشر سكلابتشر هو فن النحت ريكميند، ريكميند يعني يوصي أو يزكي أنا قدر أقول لك حضرتك يعني أوصيك، وأقول لك أنا نصيحة معينة بنصحك أنك أنت تتعملها يعني صناعة الأواني الفخارية عارفين الأواني الفخارية؟ زي لو يكون في عندنا قلة أو حاجة دي من سميها الفخار بورتريت، بورتريت يعني لوحة فنية، بكم ما سمى بالإيد موسيكال انسترومنت، موسيكال انسترومنت يعني الألات الموسيقية بورتريتا الآن كانت الوقت للمسيقات المسيقات الأولى هو سو سو، سو، سوء، 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 سوء يعني يخيط شعر 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 يعني عرض والشعر طبعا ها كنين عارفين لو جات نون ممكن تيجي بمعنى العرض بي بد بد بي يعني يدفع بس يدفع فلوس think thought thought think يعني يفكر او يعتقد ما مون مون يعني يعرف where war warn where يعني يرتدي مين منت منت مين يعني يقصد when won won when يعني يفوز collections طبعا عارفين في ال collections في عندنا بعض verbs بعد الافعال بتيجب بعض الكلمات light makeup عارفين makeup يعني مكياج لما عايز اقول انا بحط مكياج يقول do you have to use the verb do with makeup لازم استادم هذا الفعل do مع المكياج do makeup يعني بيحط مكياج او بتحط مكياج play instrument يعني كلنا عارفين play تيجي بمعنى يلعب هنا بعد دولة في اليوني بتاعنا بمعنى يازف يازف موسيقى i can say على سبيل المثال ممكن اقول i play piano يعني انا بازف على البيانو i play the violin بازف على الviolin وهكذا اي آلة موسيقية تيجي ممكن تيجي بعد play instrument يعني معنى آلة موسيقية use use a computer با استادم الفرب use مع الكمبيوتر او التوب بمعنى يستخدم الحاسب الالي او الكمبيوتر give opinions لما حب ادي رأي او عبر على الرأي الحد او اقدم رأي الحد استادم الفرب give مع opinion يبقى give opinion give recommendation يعني بيقدم توصيات يعني نصائح take photo take photo يعني يلتقط صورة طبعا لازم تكون من خلال كاميرا اني photo بقصود بيها photograph يعني الفن الفوتوغرافية فن التصوير clear the confusion عايزين نخلي بالنى من بعد الكلمات اللي جاية انها لحد ما متشابهة scene scene بس كده هو بتيجي بمعنى منظر طبيعي او مشهد في مصرحية او مشهد في فيلم for example the first scene of the play is so funny يعني المشهد الاول او المنظر الاول للمصرحية يكون مضحق او مسل جدا number two ايه الفرق بين scene and scenery scenery ده معناه منظر طبيعي مقصود بالتداريس الطبيعية لمكان معين for example ممكن اقول the countryside يعني reef has an attractive scenery يعني الريف ببقى فيه منظر طبيعية خلابة جميلة جدا جدا من زرع the trees the grass the flowers the palm trees يعني منظر خلابة في الحياة number two scenery ايضا ما ممكن تيجي بمعنى الاساس او background او الخلفية او الرسومات اللي بنستخدمها خلف خشرة المصرح to be a real hospital عشان الممثلين لما يمثلوا يحسسوك ان هو جوه مكان معين لو يمثلوه ما شاهد في المستشفى يحطوا رسومات بالدل ان هما مابين في المستشفى دهوقتي for example the scenery of the stage يعني المناظر او الخلفيات والرسومات اللي كانت خلف خشبة المصرح to be a real hospital جعلتنا نتخيل ان المشهد اللي بيتم تصويره هو فارم مشهد من داخل مستشفى خلينا ننتقل الى حاجة اخرى view view يعني منظر برضك شايفين قرب المعاني من بعضها بس المنظر بالا هو view من بنقصد بي كل اللي انت بتشوفه من خلال النافذة او من اعلى برج يعني حضاياك لو راكب اكسبرس ترين يعني قطر سريع وقعد من وراء الشباك بتتفرج على بعض المناظر الطبيعية الخلاة بدين اسمها view او views لو حضاياك طلعت كايرو تارو برج القاهرة ومن فوق بتشوف برضك views بتشوف مناظر جميلة جدا جدا for example there is a wonderful view يعني فيه منظر رائع جدا وخلاب او c للبحر from the hotel room من خلال الغرفة اللي في القوتيل انت شوفت منظر البحر جميل جدا جدا خلينا نتكلم عن language notes واول حاجة هنتكلم عليها هي number one can can or can't طبعا كلكم عارفين ان احنا بنستدم can or can't can't تعبر على المقدرة انك تعمل حاجة معينا او عدم المقدرة انك تعمل حاجة معينا for example انا ممكن اقول i can speak english انا استطيع التحدث باللغة الفرنسية الانجليزية او i can speak french استطيع التحدث باللغة الفرنسية او can't عشان ندل على عدم المقدرة لفعل شيء معين او can't عشان ندل على عدم المقدرة لفعل شيء معين نكمل مع بعضنا ازاي اصيل جملة او اكون جملة form what is the form of a sentence اصيل جملة فيها كان طبعا الطبيعي جدا زي ما كلنا عارفين من يبدأ الجملة بتاعتنا بالsubject الفاعل والفعل ده بيكون اسم اي شخص في الدنيا عالي احمد دين اي اسم او بشير هذا الاسم وحطه ضمير اي ضمير من السبعة i hear she eat you with they بحط اسم او ضمير طب بعد كده نمستو بعد كده بنحط can يعني ممكن نقول i can انا استطيع احمد كان احمد يستطيع وبعد طبعا كان لازم نحط الفلم في الانفينيتف وكمل الابجيكت بعد كده for example i can say احمد كان يعني احمد يستطيع ان يلوم هذا المنظر الطبيعي اوكي نتكامل مع بعضنا الانفينيتف ونشوف ازاي اقدر احول الجملة اللي فيها كان الى النجرب الى النفي بمنطال بساطة بحط بعد كان not فتبع كان not او كانت بهذا الشكل لو حطتها apostrophe t for example i can say percent can't do make up بسانت لا تستطيع انها تحط الميكب ارجو ان الانيميشنز والحاجات الظريفة بنحطها لكم دي تكون ظريفة وبتعجبكم يعني ازاي اعمل سؤال باستخدام كان بمنطال بساطة بدلا من كنا نحط في الاول ونحط كان بعدها لا حناكس حنجيب كان الاول عشان انكلماتي في اول سؤال تجيب معنا هل تستطيع ويبقى نشوف كانوا بعضنا السؤال for example can't do make up لو حبيت اعملها سؤال اقول ايه؟ اقول كان كان بسانت دو make up هل بسانت تستطيع انها تضع المساحيات للميكياج ولا لا number two بعد ما خلصنا كان وكانت هنتكلم على new how to new how to new how to بنستدمها للتعبير عن القدرة على فعل شيء معين ازاي اعمل جملة يا مستر باستدام new how to اعرف كيف افعل ده او اعمل ده اه في البداية خلينا نشوف ازاي نكون جملة الطبيعي بابدأ بال subject وبعدين new how to وبعدها طبعا تعرفين كلنا اللي true لازم يجيب بعدها الفيرب في المصدر والمصدر هو الفيرب من غير اي اضافات واكمل بعدك دوات ال object عادي نشوف على الكلام دوات احمد نوز احمد نوز احمد نوز how to saw close يعني احمد يعرف كيف يخيط الملابس بتاعته زي ما شايفين بعد تو حطيت ال verb so يخيط فيه ال infinitive المكتب ازاي انفي هذه الجملة طبعا الاول لما كان عندنا كان كان بقى عاملة معاملة ال helping verbis يعني انا محب اعمل سؤال على طول بعمل scissors او لو حبيت انفيها بخط بعدها not انما الوضع هنا مختلف انو في حد ذاتها كفاعل معناها يعرف لما الفيه ما ينفعش لازم احط قبلي don't او doesn't اللي احنا شايفنا دي في وهنا كنين عارفين عشان انفي لازم مستدم don't مع بعض الضمائر و doesn't مع بعض الاخر طبعا الضمائر اللي بتيجي مع هم تلاتة اللي بيحبوا الاس زي ما اتفقنا من زمان ليه هي وشي ويت انما اي وي ووي وذي بيجو مع don't مصطفى طبعا مصطفى ولد لو شناها يخد دمائر هي وانا اتفقنا هي وشي ويت بيحبوا الاس فلما انفي الجنة بتاعت اقول مصطفى don't ولا مصطفى doesn't ها برافو على سنة كلكم شطار بتقولوا مصطفى doesn't know how to write stories مصطفى لا يعرف كيف يكتب القصص very good وطبع احنا عارفين بعد does لازم احط في ال infinitive نتكلم مع بعضنا ونشوف how can i change a sentence to the interactive ازاي اجري حول الجملة الى صيرة الاستفهام اللي الجملة بتاعت طبعا زي لما جينا من فيها استلمنا don't او doesn't بدك لما احولها الى الى الاستفهام لازم ابدأ الجملة بتاعتي بدو او بدز لو كانت yes or no questions او حط ابدو does question word لو عايزة W-H question فالكزامل بنقول هالبسانت new تعرف كيف تبع المساحيق او المكياج ولا لا طبعا الاجابة بقول yes she does او no she doesn't number three هنتكلم على be able to طبعا بي لما بنستلمها في الجملة ما بتبقاش بي بنفك بي دي ونخليها am او is or زي حضراتكم ما شايفين بنستلم بي able to بنستلمها طبعا للتعبير عن القدرة بردك على فالش هي معين ان able to معناها قادر على نشوف كده ازاي اصير الجملة في ال affirmative جملة مسبتة طبعا الطبيعي ببدأ ب subject بعد بي دي هنفكها تبقى am او is or are able to تندل زي ما هي وطبعا احنا كلنا معارفين نتو لازم ييجي بعدها ال verb في ال infinitive infinitive يعني المصدر الفعلي بدون اي ادفات والobject المفاول به في النهاية تعالوا نشوف مع بعضنا امثلة for example samir is able to swim samir is able to swim samir قادر على انه يعوم النجرف ازاي ان فيها بمنطقة البساطة انا عندي is مدام عندي helping verbs فعلي مساعد يبقى لطوب بحط بعدي not يبقى is d اول بعدية not زي ما حالكم مشايفين هتبقى is not طب لو عندي am يا مستر لو عندي i am هتبقى am not طب لو عندي zi are يا مستر the are not يبقى بحط not بعد verbitivity بعد am او بعد is او بعد are تمام؟ ننتقل الى الجملة اللي بعدها في الانتراجديف ازاي احول الجملة بتاعتي الى الاستفهام بحط ام و is و r في البداية بعدها subject to able to والفعل في الانفينيتيف فتكون are percent ده ده دي خطأ مطبعي وفد نكتب is لو بسنت الوحدة طب بص اين هو كده لو عندنا مصطفى كمان لا يبقى كده are مظبوط يبقى are percent and مصطفى ان يرد بسنت ومصطفى هما الاتنين مع بعضهم لو شمع بنحط دمير v و v طبعا بيتيجي مع are فتبقى are percent and mصطفى able to run هل بسنت ومصطفى قادرين على انه يجروا بيععفوا يجرياني ولا بيععفوش لما يجاب حقول yes they are or no they aren't لو حبيت اشيل بسنت ومصطفى حط pronoun بدلهم اقول yes بسنت ومصطفى are able to run جي وقتنا مع الاكسرسايز في عندنا مجموعة من التمرينات نشوف كده اكسرسايز نمبر وان اتشوز اكتر تانزر from a b c or d هنختار اجابة سليمة من a او p او c او d الدنيا الاولى عندنا بيتقولونا هل تعرف how to space and instrument اختار play الاخيرة اضافة اد طبعا لا الصح ان اختار بس so the correct answer is play number two i space talk to people a drama club about acting i can or i able to or i is اقول اي از اصلا اقول اي اي فيهم ها حساب لكم وقت تتفكر كده انا سامع انتشو تطاروا clever boys and clever girls exactly برافو عليكم. الإجابة السليمة هي can. I can talk to people. أنا أستطيع التحدث إلى الناس وأكمل بقيت الجملة بتاعتني. منتقل إلى question number three. ونقول ما بعدنا. هل أنت space? how to use a computer? هل أنت تعرف كيف تستعمل الكمبيوتر؟ أقول do you know ولا do you know في الباست فور ولا do you know في البرزن سيمبل ولا do you know in? أحط في خلق امجيب. احنا عارفين do بيجي بعدها الفعل ايه؟ ها؟ سامعوا. برافو في في المصدر. يبقى الإجابة السليمة ايه؟ طبعا letter a. do you know? اني do. عايز افعل في المصدر والمصدر يفعل بدون اي اضافة. thank you. question number four. is you able to speak english? بسانت؟ يعني مفوضة الله هل أنت قادرة على التحدث بالانجليزية يا بسانت؟ ربت قالت yes I am. يبقى السؤال كان ايه؟ were you? are you? am you? do you? اقول لي بقى. ها؟ ها؟ برافو. بص هنا الإجابة تفهمك السؤال حيبت ازاي؟ الإجابة فيها verb to be. يبقى لازم هنا احط verb to be. انا عندي يبقى حشيل بقى ايه؟ do. ورب to be انا في البرزن. يبقى حشيل برب to be اللي في البسطة. شوه where؟ اتبقى عندي ام وار. بالعالة كدهو. you تاخد ام الار. ينفعوا الام؟ ما ينفعش طبعا. لازم يقول are you. فتبقى are you able to speak english بسانت؟ thank you. question number five. I space play music. اول I able to. ولا I knew. ولا I can. ولا I am able. ها؟ هسيه بوقت تفكره كده؟ ها؟ برافو. أنا سامع clever boys and clever girls. بيقول لي يجابة السليمة هي can. I can play music. طبعا am able من فعشة خسارمة. اني am able اللي عايزة عبادية too. وهنا ما فيش عندي too. لو فيه فيه هنا too قبل بيه كنتم ممكن ااخدها. thank you. question number three. I space swim very quickly. يعني انا بعوم بسرعة جدا. I am the best swimmer. انا افضل سباح. طيب. اقول I can't swim. انا نبعفش عوم. انا افضل سبحتها ازاي. يبقى فيه تناقض عندي. في الجملة. ولا I am not swim. انا مش بعوم. ولا I can swim quickly. انا بقى عوم بسرعة. وعشان كده انا افضل سباح. ولا I able to. طبعا اقول I able to من غير am. فتقول I am able to. يبقى اللي جملة السليمة اللي تنفع هي. ها. اني. طوافو. جدا. جدا. انا سامع ناس شطان كتير بتقول can. I can swim very quickly. انا بقدر اعوم بسرعة جدا. وانا افضل سباح. question number seven. مع بعضينا. بنقول we space take you with us. احنا ايه? take you now back with us معانا. we don't have free seats. احنا مما عندناش مقاعد فضية. يبقى we can't take you aren't didn't ولا weren't. اللي جاء بس سليمة طبعا هي can't. we can't take you with us. احنا لا نستطيع ان هنقدك معانا علشان ما فيش مقاعد فضية او فاريرة عندنا. question number eight. is being able to ride her motorbike? will? هل نقول can gg able to? ولا is able? اه ولا is gg able to? ولا ride? يعني ممكن نقول is gg able to ride her motorbike? will? طبعا عندنا able to? محتاجين ايه بلا? ها? انا سامع. bravo. مفروض نقول is. is gg able to know? الverb لازم be going to. فنقول is gg going to? very well. very well. ننتقل الى question number nine. space you know how to spell this word? اقول do you know? ولا can you know? ولا are you know? ولا have you know? ها? هي جاء بس سليمة? bravo. طبعا هي do. do you know? هل تعرف كيف تتهجى this word? يعني تقول is spelling? بتاع الحروب بتاعتها? thank you. question number ten. but she can fly a bike. يعني بسانت ايه? بتاع الحروب بتاع الحروب? ولا but? but? بسانت امان يتطلب بين جملتين المتمنقدتين. مدام الجمل اللي بعد but? مثبتة? affirmative. ويبقى اكيد اللي قبلية لازم تكون منفية. ووجبك الاختيارات كلها في ال negative. كلها منفية. طبب بسانت اتخذ do. احساسا ما يعنفعش. بسانت بتيجي مع does. البنت. هي شو ايه تتيجي مع does. يبقى واحدة يجي مع تنفعش. طب بسانت is not swim? ولا can not swim? طبعا ايجابة سليمة. طبعا واضحة جدا جدا يعني. هي can't. بسانت can't swim but she can fly a kite. مبتعفش طعومك اللي بتعف وتطير طيارة. now it's our time with the homework. اه في عندنا سؤالين? ارجو ان حضراتكم نراهم. نحلهم. يريد تعمل سكرينشوت للشاشة دلوقتي. وتحلهم براحتك وتبعتهم لي. على الابليكيشن بتاع المدرسة. الجمل اللي اولي بتقول. فاتن is good at space makeup. نشوب الاختيارات. number 12. جميلة. كان space customs well. so ولا سين ولا ايت ولا سين. at the end of our session today. I'm very happy. because I meet you again through the internet. please send me your answers as soon as possible. I'm waiting your answers. thank you very much for your listening. and I wish you all a wonderful day. thank you and goodbye. اشتركوا في القناة. تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اشتركوا في القناة.